في حوالي 101 سألوني تنصحنا نروح على أمريكا ولا لا؟ لو رحنا منستفيد ولا لا؟ في فرق بين التمريد في أمريكا والتمريد في بلادنا ولا لا؟ اليوم أنا جاي عشان أجاوبك على هذا السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد ناصر أبو يوسف بحيكم من قناتي مذكرة ممرض نتكلم فيها عن التمريد مهنة العظماء ونتكلم فيها عن السفر إلى دول خليج عن السفر إلى بريطانيا عن الهجرة إلى أمريكا عن كثير بلاد فلو عجبك العنوان خليك معنا للآخر ولا تنسى الهند واشنغ البس الجلاوز هاتل ماسك وتفضل معنا هذا الفيديو للناس اللي نفسه يهاجر إلى أمريكا وفي نفس الوقت مش عارف عنها معلومات كثير فاليوم يمكن أهم فيديو في هاي السلسلة شو بتستفيد لما تشتغل في أمريكا أو شو مميزات عمل الممرض في أمريكا عن باقي البلاد وشو الفرق بين شغل الممرض في أمريكا وبين شغله في بلادنا أول فائدة تكتسبها كممرض لما تشتغل في أمريكا أنه الريشيو عندهم مطبق فعلا في عندهم اختراع اسمه البيشن تونيرس ريشيو يعني أنت كممرض في عدد معين من المرضى ما بصير قانونا أنك تستلم أكثر منه أنت كممرض في الفلور أو في الميديكال سيرجيكال ما بصير تستلم أكثر من أربع أو خمس الرقم بيختلف من مستشفى الثاني لكن ما في مستشفى بيسلمك أكثر من خمسة مداوم بالإي سي يو مسموح لك واحد أو اثنين بشرط إذا اثنين لازم يكون واحد ستيبل واحد كريتيكال أنت بالطوارئ بتشوف مريض واحد أنت بالعمليات الممرض له مريض واحد بنات التوليد مثلا الممرضة جبل الولادة تستلم مريضة لو الممرضة كلهم ولده تستلم أربعة مع بعض ما في مشكلة وهكذا فكل قسم في ريشيو هذا بالنسبة لهم رقم مقدس لا يمكن يتغير تحت أي ضرف عشان تعرف قديش هم المهتمين بالريشيو لك أنت تخيل أنه العالم كله في تقريبا تسعة عشر مليون ممرض منهم أربعة مليون وسبعمائة ألف في أمريكا لحالها يعني حوالي الربع وشو السبب؟ الريشيو ما في عندهم عادة أن الممرض بيستلم خمسة عشرين أو ثلاثين مريض وإذا بيشتكي بيقولوله هذا اللاجاك مش عاجبك روح غيرك بيتمنى يشتغل مكانك أنا شغال بالآي سيو عندي مثلا ثلاثين سرير في ممرضين خلاص ببلغ الطوارئ دخلي مرضين بعد هيك باقي الأسرة بلوك لأنه ما في حدا يشتغل عشان هيك لما أنت تروح تشتغل راح يقول لك بعطيك ألفين وثلاثة وأربعة وخمس وستة بالشهر بستعال لأن المريض اللي بدك تستلمه راح يطلع قد راطبك للمستشفى فايدة في يوم واحد الفايدة الثانية ما في عندهم تمييز ما في عندهم نفاق ما في عندهم عصفورة المكتب ما في عندهم هزدنب ما في عندهم ناس بتعمل قهولة لمعلمة عشان ترضى عنهم ما في عندهم ناس بتوص الحكي ما في عندهم ناس فلان عمل وفلان سوى وفلان اتأخر اليوم وفلان مبارح روح بدري القصص هاي ما بتلاقيه في أمريكا إلا نادر ما ندر ولو لقيتها يمكن تلاقي مسؤولك من النوع اللي ما بسمع للناس اللي بتنقل حكي فحتى لو موجود بأمريكا مش راح تلاقيه واحد بالمية بينما في بلادنا موجود 99% رقم ثلاث وهي من أروع الفوائد أنه أنت بتعرف شو شغلك وشو شغل غيرك في بلادنا الممرض متعود يشتغل ممرض ودكتور وعامل مظافة وأمن ومحاسبة ويكنس ورد على التلفونات ويتهاوش مع المرافقين ويطلع الزوار بس ينتهى وقت الزيارة ويعمل كل إشي بالمستشفى لحاله وحتى بين الممرضين أنفسهم بتلاقي معظم مستشفياتنا البراكتكال مش عارب شو شغله والار ان مش عارب شو شغله عندهم حتى قبل ما تتخصص وقبل ما تأخذ الانكليكس وقبل ما تأخذ رخصة مظاولة المهنة وانت بتدرس في أول محاضرة بالانكليكس راح أقول لك شغلك كذا شغل براكتكال كذا وهاي ميزة راح تعجبك جدا انت لما تروح هناك مش راح تقوم بكل القسم وتروح ظهرك وجهك أنواع الممرضين في أمريكا حسب كتاب الانكليكس وهذا فعلا بصير أولا الممرض القانوني أو الريجيستر نيرس ثانيا الممرض البراكتكال أو المشارك ثالثا فيه إشي اسمه الان لايسنسد اسيستيف بيرسونيل في دول الخليج بسموه النيرسينج ايد اللي هو بني آدم بساعدك لكنهم بكونش دارس تمريض ولا بكون دارس أي إشي فبدك تعرف شو تجب ديسكريبشن إلك ولو هدو اللي اثنين النيرسينج ايد شغلته ستاندرد النون انفاسيب بروسيجر يعني شغلة ما فيها غز إبرة شغلة ما فيها أنك تدخل في جسم المريض مثلا انجي تيوب أو فوليس أو أي إشي بشتغلها شغلة ستاندرد يعني بتنعمل بنفس الطريقة لكل البشر بيطعم المريض بيحممه بيفرشيله سنانه بيحلق له دقنه بوديه على الحمام بيجيبه من الحمام بعض العينات مثل عينة البول الروتين بيساهم فيها لكن الكالتشر ما بيطلع له يشتغل فيها بيودع عينات على المختبر بيجيبه رقم الأشعة وهكذا شغلة السكين كير مثلا ممكن يدهن كريمات للمريض ممكن يساعد المريض في بعض التمرين ممكن يساعده أنه يتمشى حرق دمه ممكن يساعدك إجيس وزن المريض أو طوله ممكن يساعدك في الانتيك والأوتبوت هو مش شغلته يحسب الانتيك والأوتبوت بس شغلته يقول لك أنه والله هيفضيت 500 أميل ستجيلهم عندك ممكن تخليه ياخد فيتال ساينس للمرضى الاستابل إذا المريض كريتيكال أنت بتاخد له بيدك ممكن إذا المريض عنده نوعية من أنواع الجبائر أو العكاكيز أو العجهز المساعدة من النوع اللي بلتبى الساعة وبنترك ساعة كل ساعة تقول له روح تكر المريض فيها زي فيه إشي بالبسوه مرضى DVT مثلا بسموه فهذا بلتبى الساعة وبنترك ساعة مثلا أو بسموه أحيانا هذا أكثر واحد بشتغل بالقسم وأجل واحد بوخ المرتب من بين الثلاث وظائف هذول كل واحد بقدر يشتر شغله وشغله الأجل منه ما بقدر يشتغل شغل الأعلى منه فالبراكتكال نيرس بقدر يشتغل شغل النيرسنج ايد أو الـ UAB لكن بتضيف عليها بقدر يعمل ساكشن أو شغلته الساكشن أنت مش شغلتك بقدر يعمل السيمبل درسنج أو النورمال درسنج الستيريل درسنج لا شغله ولا شغلك هذو شغله الأخصائي أول درسنج يبتعمله أنت كشارج نيرس أو ريجستر نيرس يبعمله الطبيب الثاني والثالث والرابع وما بعد على البراكتكال تركيب الفولس الفولس كير كل يوم تنظيفها وتعقيمها وبدك تشيل الفولس قبل ما يخرج المريض هذو كله على البراكتكال تركيب الإنجي تيوب الإنجي تيوب كير بدك تشيل الإنجي تيوب في الأخير لما المريض طيب برضو عليه كل الميديكيشن الميديكيشن لحبوب التابلت حتى اللي بتنطحن وبتنعطه في الإنجي تيوب على البراكتكال السابكيو على البراكتكال الإنتراديرمل على البراكتكال الإنتراماسكولر على البراكتكال الأدوية الاي في بعضها على البراكتكال أو عشان أكون واضح معك كل الأدوية الاي في على البراكتكال معده الهاي ألرت ميديكيشن الأدوية الناركوتيك أو الدي دي اي والأدوية اللي لازم تنعطها على اي دي بامب او سلولي زي الهيبارين والانسولين واشكاله التأكد من انه الانجي تيوب شغال يعني يعمله فلاش هاي شغلة البراكتكال الاستومي كير مريض عنده كل استومي بدك تفضيها بدك تنظفها هاي مش شغلك شغل البراكتكال اذا بدك تعرف المريض كيف البريثينج ساوند تبعه وبدك تقارن بين اليوم مبارع بتخلي البراكتكال يستمع على الأصوات هاي برضو البرستالسز او الانتستاين الموفمنت هاي شغلة السماعة تبعتها شغلتها البراكتكال الانجي تيكال هاي هذا سؤال بيجي بالانكليكس كثير اول اسسبنت للمريض اول ما يدخل على الخسم هذا مطلوب منك كرجستر نيرس لكن الثاني والثالث والرابع والخامس والعشر هذا على البراكتكال الاخير قبل ما يخرج المريض عليك انت فانت ايلك الاول والاخير والباقي عليه لو بدك تقيم وجع المريض بتقوله من واحد لعشرة بكل بساطة بتبعت البراكتكال بسأله السؤال للمريض حول اي نقطة بالدنيا الاديوكيشن نفسه عليك لكن الري انفورسنج للاديوكيشن على البراكتكال يعني انت مثلا علمت المريض انه لازم تشرب مي كثير بتذكر البراكتكال كل ساعة مر على المريض قل له اشرب كاسة مي قدامي وارجع قل لي قديش شرب عشان اسجل على الانتاك اوتبوت طيب انا كرجستر نيرس ايش ظلل لي انت ممكن تشتغل شغل اليو اي بي ممكن تشتغل شغل وممكن تشتغل شغلك وممكن تعمل لهم سوبرفجين او تشرف على شغلهم اول اسسمنت للمريض عليك البلاننج والكير بلان كلها عليك الانالايزنج للداتا مع الامبليمنتاشن مع الافاليواشن يعني كل النيرسنج بروسس هاي عليك انت الهيلت ايديوكيشن للمريض خصوصا في اليوم اللي بخرج فيه من المستشفى عليك الهاي ريسك اي في ميديكيشن عليك اي ميديكيشن تنعطى بانفيوجين بامب او ناركوتيك عليك الفيرست الفيرست عليك الثاني والثالث واللي بعده كله على البراكتكال اذا بدك تحكي معي قسم ثاني عشعة مختبر شو مكان بدك تبلغهم بايشي بدك تطلب نتيجة فحص بدك تطلب تقرير صورة بدك تبلغهم باي تغيير على المريض هاي شغلتك انت اه لو بدك تسأل اي واحد اي سؤال عن المريض مثلا حكيت مع الانفكشن كونترول عند مريض اكتشفت انه معاه مثلا تي بي شو الايزوليشن اللي اعمله هذا اتصال بالذات شغلت الريجستر نيرس فانت كريجستر نيرس اللي ما تروحة الامريكا بتعرف شو شغلك وشو شغل غيرك مش بتلاقي حالك دقيقة بتشتغل شغل التمريض وبعد شوية بتشتغل شغل الطبيب وبعد شوية بتشتغل شغل الأمل وبعد شوية بتدخل على المريض بتقول له حاسبت ولا لا هذا مش شغلك انت بتعرف شغلك ما لك دخل بشغل غيرك النقطة الرابعة انه فيه احترام لمهنتك أكثر من الطبيب وهذا الاشي مش موجود عندنا احنا عندنا في بلادنا اللي بده الناس تحترمه ياه بدرس طب ياهندسة ياه محماء معروفا بدك تشتغل تمريض الكل راح اقول لك دقيق ابر وذا بنت بدك تشتغل تمريض مش راح يفرقوا بينها وبينها الرقاصة فعليا هذا اللي صاير مش عيب الواحد يحكي الصح هذا اللي صاير هيك الناس بتفكرك لكن عندهم فيه احصائية بتصير كل سنة تقريبا من الثمانية وتسعين او من التسعة وتسعين وحتى الان كل سنة في امريكا التمريض يحرز المرتبة الاولى بفارق شاسع من حيث شو اكثر مهنة بيحترمها الشعب الامريكي والمهنة اللي الشعب الامريكي بيعتبر اصحابها يتحلونها بالصدق والثقة والضمان من تسع وتسعين لحد الان كل سنة بطلعوا التمريض رقم واحد الاطب رقم اثنين الصياد لرقم ثلاث والمرتبة قبل الاخيرة لتجار السيارات والمرتبة الاخيرة لأفراد الحكومة والوزراء والنواب المرة الوحيدة اللي التمريض ما طلعوا بالمرتبة الاولى طلعوا بالمرتبة الثانية اللي هي سنة 2001 لما صارت هجمات 11 سبتمبر كانوا رجال الاطفاء والانقاذ هما المرتبة الاولى بسبب المجهود الخرافي اللي بدلوا في تلك السنة الميزة الخامسة لشغل الممرض في امريكا انه اسهل طريقة للحصول على الجنسية الامريكية فلو انت انسان حابب تحصل على الجنسية الامريكية وبدك طريقة مضمونة يعني بس تقدم ورق وتدفع فلوس وتستنى الوقت المحدد وتأخذ الجنسية فالتمريض اسهل طريقة بلا منازع انت ممكن تدرس طب تروح توقع الجنسية لكن مش رح توقع مزاولة مهنة اللي بعد سبع سنين انت ممكن تتجاوز امريكية لكن رح تستنى ثلاثة سنين للجنسية ومجرد ما زعلتها او ضربتها كاف رح تروح الشرطة رح تقولهم هذا تجوزني بس عشان الجنسية وثاني عم يسحبوا منك الجنسية وتترحل ع بلدك حتى لو صار لك في امريكا اربعين سنة انت ممكن تيجي فيزا سياحة وتهرب وتدخل البلد غير قانوني وتشتغل غير قانوني وتظلك في البلد سنين وسنين غير قانوني في الاخير رح لك تمريد اسهل طريقة انا ما بقول انها بتاخد اجل وقت في طرق ثاني بتاخد وقت اجل لكن الموافقة مش مضمونة وحتى لو وافقوا عليك لو جعت اربعين سنة في امريكا واخدت الجنسية مش مضمون انك تظل في البلد لكن التمريد جيب شهادتك انجح انكليكس انجح امتحان اللغة استنالك سنة زمان لحتى تيجي المقابلة وبتطلع على امريكا بعد خمس سنين بعطوك جنسية فيش اشي بالكون بسحبها منك ومقابلة الممرض معروفة اسهل مقابلة المقابلة من ثلاث لخمس دقائق والمقابلة فعليا بتكون مقابلة شكلية بس بدهم يشوفوك يتأكدوا انه انت فلان وانت معك شهادات ولا لا والعقد اللي معك مش مزور وفيش حد يضحك عليك فقط لا غير انت هيك هيك مقبول قبل ما تيجي من فوائد شغل الممرض في امريكا انه في تخصصات كثيرة بالتمريد والتخصصات هاي كل ما تخصصت اكثر وتعلمت اكثر وارتفعت بالمرتبة اكثر كل ما صار مرتبك اعلى والتخصصات هاي بعضها مش موجود الا بامريكا عمرك سمعت عن تمريد رواد الفضاء او عن تمريد المخيمات شغلتك بس الطلاب اللي بطلعهم مخيمات عمرك سمعت عن تمريد الجينات عمرك سمعت عن تمريد اللي بألف كتب وببحث في التاريخ عمرك سمعت عن الممرضات خبيرات الرضاعة اللي بعلموا الأم كيف تردع ولدها عمرك سمعت عن تمريد الطب الشرعي أو عن تمريد مكافحة الإدمان هاي التخصصات وتخصصات ثاني كثير رح أعملك فيما بعد فيديو طويل أو يمكن أعمله على ثلث أو أربع أقسام بعنوان تخصصات بالتمريد عمرك ما سمعت فيها مش موجودة إلا بأمريكا نصيحة أن تضروا الفيديو ممتع جدا وحتى طريقة التخصص عندهم تختلف عن طريقة التخصص عندنا إحنا ما شاء الله الواحد بقعد بالقسم خمس أو عشر سنين خلاص صار أخصائي حتى يعني من أيام ما عملوا المجلس التمريد الأردن الأعلى اللي خلينا إياه طلق قرار أنه أنت جعد في الطوارئ مثلا خمس سنين أو عشر سنين أو مد معينة خلاص صار اسمك ممرض أخصائي الطوارئ طب أنا ممكن أقعد في الطوارئ ألف سنة ومش بياخد بيئة الأس حتى كيف مسكن أروح الناس الموضوع مش بالأقدمية بس أنت قعد في القسم خمسة عشر أو عشر سنة صرت استشاري طب في البلاد بره استشاري يعني ماجستير أو دكتورات ففي أمريكا بدك تصير مثلا ممرض أخصائي الطوارئ بدك تكون عندك خبرة ثلاث سنين في الطوارئ بعدها بتروح بتقدم على امتحان بعدها تدفع الرسوم تأخذ الرخصة بعدها كل سنتين بدك أربعين أو خمسين ساعة دورات وبدك تدفع الرسوم من أول جديد واحتمال تعيد الامتحان كل سنتين أو بتروح على جامعة فيها كلية تمريد بتدرس ماجستير تمريد طوارئ أو دكتورات تمريد طوارئ ونفس تمريد الطوارئ لسا فيه تخصصات فرعية ممكن تكون تمريد طوارئ مثلا أطفال تمريد طوارئ كبار بالسن تمريد طوارئ بنفس الوقت فيه كثير تخصصات ممكن تمريد طوارئ يعني بتروح بالهليكوبتر بتجي بالناس مش بالأمبلانس فالموضوع ممتع جدا وفيه فرص كثير لا يمكن انك تتخيلها الفايدة البعديها البرونة بالتعامل احنا متعودين في بلادنا الواحد بطلع الشغل سبعة الصباح برجع ثلاثة الظهر نفس الشفت نفس البداية نفس النهاية بتظل طول عمرك يا تشترى بثمان ساعات يا تشترى بثمان ساعات يا تتناعشر ساعة ما فيه أي تغيير لكن في أمريكا فيه اشي اسمه الفول تايم انت مطلوب منك ستة وثلاثين ساعة بالاسبوع اتناعشر ساعة الشفت فاذا بتداوم ثلاثة يام بتعطي الأربعة فيه ناس بتداوم بار تايم مدام انا اداومت فول تايم في مستشفى لسه عندي أربعة يام زيادة بقدر اداوم دوام جزئي في مكان ثاني ممكن بنفس المستشفى اداوم اوفر تايم يعني انا مداوم مثلا بالطابق فيه نقص في الطوارئ عسب المثال بداوم ثلاثة يام بالطابق كل اسبوع ويوم بالطوارئ كل اسبوع ممكن نفس المستشفى او الشركة اللي بتتوظف عن طريقها تسمح لك انك تشتغل في مستشفى ثاني فانا مستعد اشتغل في مستشفى الفول تايم تابعي ثلاثة ايام بالاسبوع في مستشفى ثاني يوم كل اسبوع في مستشفى ذلك يوم كل شهر وفي مستشفى رابع يوم كل سنة انا حر وممكن يظل وقت بين هذول اقل في كتاب او افتح قناع على اليوتيوب انزل كل اسبوع فيديو مثلا حرنا فعندهم مرونة بالتعامل مش طبيعية مش بس انا والله بدي ممرض داوم شفت ثمان ساعات وبيدي ناس تضل على النايت على طول ما حداش راضي ينزل على النايت ما في عندهم هذا التعامل بالنسبة للتعليم وفرص التطور لو انت حابب تكمل ماجستير مثلا في عندهم ماجستير عادي كل الناس بتاخده بسنتين في ماجستير مفصل يعني بتاخد المواد ببطء شوي فبتقعد ثلث سنين او ثلاثة ونص في ماجستير مكثف لو انت مستعجل كل الماجستير بتخلص منه بسنة سنة ونص بس طبعا مش راح تنام يعني في ماجستير انتساب بتقرأ الكتاب في البيت وبتروح بس كل اربعة شهر او ستة شهر بتقدم امتحناته بتروح في ماجستير اونلاين بتاخده اونلاين بتاخده عن طريق الانترنت ممكن يكون الماجستير والدكتوراه بكج مع بعض تدخل اول يوم بعد اربعة سنين بتخلصوا معاك دكتوراه ممكن يكون حسابك ممكن يكون حساب المستشفى بعض المستشفات لو انت عجبتهم وشغلك كويس وعندك ضمير في عندهم نظام انتساب زي الموجود في كليترو فيدة انا بخليك تدرس سنتيف في الجامع بتطلع معاك ماجستير تتخصص تخصص اللي بدك اياه مقابل انه بدك تظل شغال عندنا اربعة سنين ما راح يخل منك فلوس واللي دفعوا على دراستك مش راح يسترجعوا وما فيش خصم على راتبك من اي نوع لكن انا بكسب انه بدل ما كل سنة اقول عندي نقص عشرين واحد بصير كل سنة اقول عندي تسعة عشر من هوله اربعة سنين من الميزات برضو لشغل الممرض في امريكا انه الممرض العربي محبوب ومعروف انه بتعلم بسرعة وعنده صبر كبير وبتحمل ضغط الشغل وعنده ضمير ودين بعكس بعض الناس لانه انتوا عارفين ان امريكا دولة علمانية مش كافرة علمانية فيه فرج فالممرض العربي لانه عنده دين وبعرف ربنا وبخاف الله معروف انه عنده ضمير والمريض اللي بستلمه برتاح الفايد اللي بعديها لشغل الممرض في امريكا سرعة النمو والتطور احنا في بلادنا بتقعد في القسم 25 سنة لغاية ما تصير سينير او تشارج نيرس بتقعد كمان 10 سنين لغاية ما تصير هيد نيرس لو طلعت عدو الخليج راح تقعد اقلش 12-14 سنة حتى تتجرأ انك تطلب انهم ينقلوك عقسم مريح زي العيدات مثلا ممكن تقعد 18 سنة لحتى تصير اكتنج تشارج نيرس او قائم باعمال تشارج نيرس بعدها بسنتين ثلاث بيقتنعوا انك تشارج نيرس بعدها بخمس ست سنين بتصير اكتنج هيد نيرس بعدها بسنتين ثلاث بيقتنعوا انك هيد نيرس بيخلوك هيد نيرس لكن في امريكا التيرن اوفر عالي جدا اغلبية المستشفىات الممرض بقعد سنة او سنتين و بترك فانت لو صبرت في نفس المستشفى ثلاث سنين يمكن تصير مدير التمريض من فواد شغل الممرض في امريكا برضو انه الخبرة ممتازة و معترف فيها بكل العالم تخيل الفرق بين انك تاخد شهادة خبرة من اي مستشفى في بلدك تطلع فيها على امريكا وبين انك تجيب خبرة من امريكا وترجع على بلدك لا يمكن تشتر الممرض عادي الا يحطوك سيبروفايزر او هيد نيرس تنساش برضو انه كل اشي بيبدأ اختراعه من هناك يعني امريكا فيها مستشفيات اختراعات الاعتمادية فيها مستشفيات اختراعات الاكريديتيشن فيها مستشفيات اختراعات مصطلح الماغنيت هسبتل فيها مستشفيات اختراعات عملية الاوبن هارت فيها مستشفيات اختراعات قصطرة القلب كثير اشياء معظم التقدم العلمي والطب الموجود بالعالم تم اختراعه في مستشفيات امريكية فتخيل لو انت تشتغل في مستشفى كليفلند اللي موجود في ولاية اوهايو مثلا هذا المستشفى اللي اخترى عملية القلب المفتوح انت عارب شو بده يصير بالسمعة تبعك او بالسي في تبعك من الفوايد برضو انك رح تقدر تشتري بيت وسيارة والسيارة بالذات من اول شهر بتجيبها عادي جدا لانه راتبك كويس ولانه هناك الاقصاط سهلة جدا تبتقدر تجيب اي اشي في البلد اقصاط ع 30 سنة فالبيت قد ما يكون غالب مش رح يخذ ربع راتبك وعلى سيرة الراتب ما في حد هناك بستنى لاخر الشهر او بصرف الراتب في اول اسبوع بقى ثلاثة سبيع بتجوع لانه هناك نص المستشفيات بتعطيك المرتب كل اسبوع ونصها بتعطيك كل اسبوعين فانت اي واحد بيقول لك واللي فلوس اللي عليك قل له الاحد اتجاي بيعطيك اصلا ما في بامريكا كلها لا ممرد ولا غير ممرد بيعرف قديش راتبه بالشهر او بيته في جمع المستشفى قديش بدكوا تعطوني بالشهر اي مكان عمل سواء ممرد طبيب زبال كشير شو مكانت وظيفتك يا بقول لك بالساعة جديش يا بقول لك بالسنة جديش وانت وشطارتك اصح انسيت اقول لك انه الميز الاخيرة المرتب في امريكا اعلى من المرتب في بلادنا انا خليتها الاخير لانه عن جد بعد كل المزايهاي الفلوس مش اشي عن جد بعض الممردات في امريكا بتاخد عقد ستة شهور بعدين بتاخد بريك ستة شهور بتلف العالم بتزور تلث اربع بلاد وبترجع دوامها بعد ما تكون صرفة كل اللي حوشته في الستة شهور فانت بتخيل لحد دوين الموضوع مجدي وتنساش انه المستشفى محتاجهم ممردين باي طريقة في فيديو نزل قبل اكم يوم اللي هو نبدع النقص الممردين في امريكا شوفوا من كثر ما فيه نقص بالممردين بعض المستشفى صارت تعطي بونس بعض المستشفى مجرد موقعات العقد بحددولك اشي اسمه مكافأة توقيع العقد او الصين اون بونس بعض المستشفى تتحمل جزء من ايجار بيتك بعض المستشفى لو حابب تحط ولادك في مدرس خاصة بتدرسهم احسابها عن جد بحكي بعض المستشفى بتدرسك ماجستير احسابها مقابل انك تشتل عندهم سنتين او اربعة بعض المستشفى بتعطيك حوافز او بدل بنزين او بدل مواصلات فيه مستشفى كل سنة تقول لك هاي الف الفين دولار هدول هدية بس عشان يتضلك معناه ولا تنسى انه الراتب يعتمد على شهادتك على خبرتك داخل امريكا كم سنة على الولاي اللي بتشتغل فيها على القسم اللي بتشتغل فيه على البوزشين اللي وصلت له على خبرتك في القسم او في المستشفى نفسه قديش صار لك معهم وهم اشي ادائك في المقابلة كل ما عجبتهم في المقابلة اكثر بعطوك راتب اكثر لو عجبك الفيديو لايك للفيديو اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديد اول بول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته